بسم الله الرحمن الرحيم نكمل شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونكمل الوحدة الثانية بتقييم وتشخيص الأطفال ذوي صعوبات التعلم ونتناول الدرس الثالث الكشف عن صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية أولاً لو تناولنا الكشف عن صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية الدنيا نقول أن عملية الكشف هنا تكون أكثر سهولة من عملية الكشف في مرحلة ما قبل المدرسة لماذا؟ لأن الأطفال هنا يقضون ست ساعات يوميا في المدرسة ونعتمد هنا في إجراءة الكشف على تحديد ما إذا كان الطفل قادر على متطلبات الصف الدراسي بناء على ما هو متوقع منهم منهم في مثل عمره الزمني أو من منهم في مستوى قدرة العقلية أو من الأطفال الذين تلقوا نفس الخبرات السابقة الذي تلقاها هذا الطفل إذن هنا لا بدنا عليه التقييم من أن تراعي ما إذا كان الطفل قد أتقن المهارات السابقة الضرورية للنجاح في مراحل قبل هذه المرحلة طبعا تعتبر عملية الكشف المبكر هنا ذات أهمية كبيرة لماذا؟ لأنني مبكرا أقوم بإجراءة داخلات علاجية أو أيضا تعديلات مناسبة على المنهاج أو على المكان التعليمي أو على أي خدمة من الخدمات الخاصة خاصة أن الفجوة النمائية تكون لا تزال محدودة أو ضيقة إذن هنا نستخدم في هذه المرحلة من الكشف ثلاثة أساليب للكشف أولها هي المقابلة الأسرية طبعا المقابلة الأسرية تكون مع والدي الطفل هنا يتم أخذ معلومات حول ماذا؟ حول معلومات تتعلق بالخلفية خلفية أيش التاريخية للطفل مثل أيش؟ مثل المعلومات عامة تاريخ الصحي تاريخ السلوكي والاجتماعي إلى آخره أما الأسلوب الثاني فهو قوائم الرصد وقوائم الرصد يقوم بتعبئتها معلمو الطفل أولي أمره وأخيرا نقوم باستخدام سلالم التقدير أيضا التي يعبئها معلمو الطفل أولي أمره من العناصر التي تمكنها من التنبؤ بصعوبات التعلم إن التباين في آداء الطفل في هذه المرحلة عما هو متوقع من عمره وذكاءه سواء كان في قدرات الطفل الإدراكية أو في لغة الطفل أو في قدرات الانتباه لديه أو أيضا في تسمية الحروف أو هناك كثير من العناصر مثل أيش؟ مثلا تسمية الألوان الشائعة أيضا لدي مثلا معرفة مقاطع الكلمات أيضا كتابة اسمه مثلا معرفة الكلمات تبدأ بصوت معين معرفة ترتيب الحروف الهجائي تسمية الأرقام معرفة ترتيبها نسخة الأشكال تمييز الحروف المتشابهة وهكذا إذن هذه العناصر جميحة ممكن أن تنبئنا أن تمكننا من التنبؤ بصعوبات التعلم في هذه المرحلة وفي مراحل لاحقة الآن لو تكلمت عن بعض التقديرات وأهمها تقديرات المعلمين طبعا في كثير من الأحيان نعتبر أن التقديرات التي يضحها معلم الطفل لمهارات الطفل واستراتيجياته التعليمية هي متنبئات تفوق ما تعطيه الاختبارات المسحية لماذا؟ لأن المعلمين يستطيعوا الملاحظة أمور لا تستطيع الاختبارات ملاحظة مثل ماذا؟ مثل مثلا استعداد الطفل للتعلم قدرته على التركيز الانتباه واستمراريته داخل البناء التنظيمي للصف القدرة على تجنم مشتات الانتباه إبداعه، علاقاته الاجتماعية، العمل ضمن مجموعته بشكل مستقل كل هذه الأمور يقدرها المعلم أفضل من الاختبارات لأن الاختبارات لا استطيع ملاحظتها طبعا إضافة إلى تقديرات المعلمين أستطيع أيضا أن أأخذ تقديرات تقديرات الأهل الأهل لأن أيضا تقديرات الأهل هي مفيدة وقيمة وإضافية طبعا هنا من ملاحظات المعلم ومعلومات أحصل عليها من أهل الطفل من الاختبارات المسيحية هذه كلها تجعلني أقترب أكثر من التشخيص والكشف الصحيح لو تناولنا أيضا الكشف عن صباح التعلم في المرحلة الابتدائية العليا طبعا هنا يتفق المتخصصون على أن الطلبة هنا نصنفهم كذوي صباح التعلم إذا كانوا قد تلقوا التعليم وأظهروا تباين شديدا بين يش إذن هنا أصنفهم حسب التباين بين التحصيل الفعلي والتحصيل المتوقع